والذي نستهله من ولاية سكيكدا حيث تمكنت مصالح الحماية المدنية بمساعدة ناشطين من إنقاذ ستة شبان علقوا في الشاطئ الصخري بمنطقة واد صابون ببلدية فلفلا بالولاية وحسب مصالح الحماية المدنية فإن المعنيين تتروح أعمارهم بين الخمسين والعشرين والتسعين والعشرين السنة ينحدرون كلهم من ولاية قسنطينا تم العثور عليهم تائهين وسط الغابة بمساعدة نشطة جمعويين مختصين في التجوال وكلهم في حالة صحية مستقرة مع عدى جروح خفيفة تفاصيل مع محمد حمد دخلت مصالح الحماية المدنية ليلة أمس حوالي الساعة التاسعة ليلا كنا تلاقينا وجود ست أشخاص شبان موجودين في شاطئ غير محروس الشبان هذو كانوا خرجوا من شاطئ غير محروس كانوا طلعوا يحاولوا ينجوا طلعوا في وسط غابة وسط غابة كانوا إذن يتبردوا في الوسط الغابة هذو في وصل بيس فوريسيار دونك نوزون في أبل دونك العملية كانت حوالي ساعتين وحنا نحوصوا عليهم في الوسط الغابة هذك والحمد لله تكللت بالنجاح استغاثة لدارة الحماية المدنية بخصوص فريق من الشبان من ولاية قسنطينة ضعوا في الجبال كانوا يتبحروا وطلعوا البحر وضعوا في الجبال طلبوا من يد العون واستجبنا لنيداء والحمد لله بتضاف الجهود للحماية المدنية والأعضاء الفريق تانا الحمد لله قيناهم ترجمة نانسي قنقر